ان الشعب الايراني قد طرد الشيطان الاكبر امريكا من بلاده ويجب ان لا نسمح لها بالتسلل من النافذة بعد طردها من الباب وخلال الخمسة والعشرين عاما القادمة لن يكون هناك شيء اسمه الكيان الصهيوني وروح الجهاد لن تترك صهاينة يشعرون بلحظة من الراحة تصريحات جريئة ادر مرجع الدين الايراني والدراع اليمين للمرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران ان يستفز بها الغرب والكيان الصهيوني مفجر الثورة الاسلامية في ايران ورأس الحرب في الايطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي في فبراير 1979 وكان عامود الخيمة الاساسي في نجاح الثورة الاسلامية في ايران وتحويلها الى جمهورية علي خامنئي صديقي المشاهدة لو عايز تعرف اكتر عن المرشد الاعلى في ايران علي الخامنئي والسياسته في حكم ايران طول السنين اللي فاتت لحد مقتل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في مايو 2024 اللي حواليها غموض كبير وتشوف بنفسك ازاي صعد الخامنئي وابنه لقمة هرم السلطة في ايران بعد الاطاحة بنظام الشاه يبقى لازم تتابع معنا فيديو نهاردة للنهاية لكن كالعادة قبل من ابدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة واتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اتولد علي الحسين الخامنئي في مدينة مشهد الايرانية عام 1939 لعائلة شيعية معروفة بانخرطها في مجال الدعوة والفقه وده حفزهم على تعليم واصول الدين زي ما عملوا مع اخوه الكبير محمد اللي كان اكبر منه باربع سنوات وبالفعل التحق علي بالكتاب بمجرد ما تم اربع سنين من عمره عشان يبدأ في حفظ القرآن الكريم وبعدها الحقوه بالمدارس النظامية عشان يتلقى علوم اللغة العربية واصول الفقه فبدأ بمدرسة دار التعليم الديني وبعدها مدرسة تليمان خان وأخيرا مدرسة نواب اللي درس فيها اللغة العربية والمنطق على ايد نخبة من الاساتيزة والشيخ لغاية ما اصبح عمره 16 سنة فاضطر ساعتها ان يسافر الى العراق عشان يتتلمز على ايد الفقه العراقي الايراني محمد هادي الميلاني وفضل هناك لمدة سنتين حاول فيهم يعرف اكتر عن مذهبه الشيعي لكن والده بصفة عالم وشيخ مشهود له بالتقوى والورع امره بالعودة الى ايران عشان يتتلمز على ايد الشيوخ روح الله الخميني وحسين البروجردي اللي كانوا مشهورين وقتها بنبغهم في مدينة قمة الايرانية وفضل علي الخميني يدرس علوم الدين على ايد الشيوخ دول لمدة 6 سنين لغاية ما اضطر انه يرجع لمدينة مشهد عشان يرعى والده في نهاية حياته خاصة بعد اصابته بالمرض وبمجرد عودته تزوج من السيدة منصورة خوجستة باقرزادة اللي كانت من اسره متدينة زي اسرته بالزبط وهي اللي انجبت له اولاده الستة واللي كان منهم مجتبأ ابنه التاني بعد مصطفى اكبر اولاده وفي الفترة دي كانت ايران بتعاني من ظلم وبطش الشاه محمد ردة بهلوي وكتير من قوى المعارضة كانت بدأت تكاثف حملتها وناشطتها الثورية لمحاولة ازحته من الحكم وده لان سياساته كانت مولية للغرب بشكل ملحوظ بالاضافة الى كونه طاغية وديكتاتور والدليل على كده ان حملة الاعتقالات في عام 1975 استهدفت ما يتراوح بين 5000 الى 10000 مواطن وكلهم كانوا بيتعرضوا لبطش جهاز السافاك المسؤول عن حماية الامن القومي وفي الوقت اللي كان بهلوي بيظهر للشعب مدى فقر الدولة وعدم قدرتها على الدعم المواطنين كان بيقيم حفلات ضخمة بتصدم العالم كله من فرط البزخ والاسراف الموجود فيها على سبيل المثال احتفل عام 1971 بالذكرى رقم 125 لإقامة النظام الملكي في ايران وحسب المذكور في صحيفة نيويورك تايمز فهو انفق ساعتها حوالي 100 مليون دولار وقابل الحفلة دي بشهور قليلة يا صديقي كان طلاب المدارس والجامعات بيحتاجوا على الفقر وسوق المعيشة اللي بيعيشوه كل يوم وعشان كده لما عملوا مظاهرات ضده بعد الحفلة ادعى انها كانت مناسبة سنوية مهمة ودخلت فلوس واستثمارات كتير للدولة الحقيقة ان ايران في زمن حكم محمد رضا بهلوي كانت معروفة بالفساد وسوق توزيع الثروات وعلى الرغم من هيمنة الملك على سوق النفط العالمي باعتبره عضو في منظمة الأوبك الا ان الشعب كان بيئن تحت وطئة الفقر وشايف ان الحكومة بتترمي في احضان الغرب وبتتخلى عن مظاهر الاسلام اللي كان من اهمها هو التباع الدولة لتقويم جديد بدل التقويم الهجري وهو التقويم امبراطوري في اشارة لتاريخ غزو كورش لمدينة بابل لكن يا صديقي النقطة الاساسية اللي قدت الى اندلاع الثورة الاسلامية على ايد روح الله الخميني بشكل مباشر هي التباع الشاه في فترة السابعينيات لمجموعة من السياسات اتعرفت باسم الثورة البيضاء والثورة البيضاء دي يا صديقي مقصود بيها حملة اصلاحات قام بيها الشاه عشان يطور من الشعب ويعزز معدلات الناتج القومي واهمها كان حرصه على ادخال وإلحاق اعداد اكبر من الاطفال والمراهقين للمنظومة التعليمية بالاضافة الى تطوير المنظومة ككل من خلال انشاء اعداد اكبر من المدارس وتطوير الكوادر البشرية العاملة في قطاع تدريس لكن دا كان ليه اثر سلبي هو وجود فئات متعلمة ومثقفة لكن بدون عمل يعني ارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسب الوعي عند الشباب الايراني وفي ظل خفهم من غياب المعتقدات الدينية كان من الطبيع التفافهم ودعمهم للثورة الاسلامية ووفقا لكتاب قرن من الحرب السياسة النفطية الانجلو امريكية والنظام العالمي الجديد للكاتب الامريكي اف وليام انجدل فاللي حصل من الاسلاميين بقيادة الخميني وعلي الخامينئي ضد الشاه ما هي الا مؤامرة بريطانية امريكية بعد سيطرته على سوق النفط اللي شهد ازمة عالمية معقدة بعد حرب اكتوبر 1973 ومات لها من حظر النفط العربي كوسيلة للضغط على الغرب لاجبار اسرائيل على الانسحاب وساعتها تجه الشاه لرفع سعر النفط الايراني عشان يدعم ميزانية بلاده وحقق التقدم والازدهار في اسرع وقت وده كان له مردود سلبي على شركات النفط الامريكية والانجليزية الموجودة في طهران واللي عقدها كانت بتنتهي في نهاية السابعينات وبدأ الشاه يتلاعب بيهم من خلال ترجيحه لفكرة عدم تجديد العقود مرة تانية فاشتغلت بريطانيا والولايات المتحدة على الدعم الثورة الاسلامية في ايران للانقلاب عليه وتحقيق مصالحهم وعشان كده ادعى الشاه بكل وضوح لجميع الصحف العالمية انك لو رفعت لحية الخميني هتلاقي مكتوب تحتها صنعاء في بريطانيا واين كانت الحقيقة فين؟ وهل فعلا الثورة الاسلامية في ايران كانت مموالة من الغرب ولا لا فمظاهر البزخ والاسراف والانفاق بشكل خاطئ وسوء توزيع الثروات في ظل الفقر وسوء المعيشة بالاضافة الى البطش والاختفاء القصري وتفشي القبض الامنية وقامع الحريات وغياب الدور الرقابي للحكومة وغيرها كتير من مظاهر الفساد وانسلاخ الهوية الدينية كانوا هم عنوان سياسات الشاه محمد ردة بهلوي وملخص فترة الستينيات والسبعينيات في ايران وعشان كده كانت المعارضة مدعومة من اغلب افراد الشعب هناك وعلي الخامنئي كان محسوب على المعارضة من بداية الستينيات وتحديد من وقت درسته في مدينة قم الايرانية وقت ما كان بيستمع لمحاضرات وخطب شيخه واستاذه روح الله الخميني فانضم في شبابه لقوى المعارضة بغرض المشاركة في العمل الثوري ضد الحكومة لمحاولة الانقلاب على حكم الشاه لضمان عدم توريث الحكم لابنه الاكبر ردة تانيه عشان كان متأكد انه هيكون نسخة من ابوه وده تسبب في اعتقاله حوالي ست مرات في فترة الستينيات لغاية منتصف السبعينيات واتهي صديقي الطيار السياسي والديني اللي كان رافض للحكومة ونظام الشاه ورافض فكرة التوريث قلبا وقالبا بدأ رحلته في مشوار المعارضة بشكل سلمي لكن زي اي دولة قمعية اتغيرت ايدولوجيات قوى المعارضة الى استخدام العنف عشان تفرض رأيها على الحكومة باستخدامها للسلاح والعملين في جهاز السافاك اللي هو المخابرات الايرانية المسؤولة عن الامن القومي كانوا مدركين ان جميع الاعمال الارهابية بيكون على الخامنئي هو الخطيب والمدرس للمنفذين اللي بيقوموا بيها فحاولوا السيطرة عليه من خلال اعتقاله اكتر من مرة لغاية بداية السبعينات لما افرجوا عنه واشتغلوا على مرأبته وتضيق الخناق عليه في القاء الخطب والدروس والمحاضرات بس علي كان وقتها ليه نشاطين دعويين واحد علني ومعروف للجميع والتاني سري بيتم تأمينه كويس جدا عشان يفضل رجال الامن القومي والمخابرات مش مركزين معاه واهم الاماكن اللي كان بيلقي فيهم الدروس الدينية اللي بيحرط طلابه فيها على الحكومة ونظام الشاه هي مدرسة ميرزا جعفر ومسجد الامام الحسن والحقيقة ان حلقاته الدراسية وندواته كانت قادرة على استقطاب الجميع فزادت اعداده الطلاب وبقى كل واحد فيهم بيقوم بناء لأفكاره لأهل مدينته قريته وخلال اقل من خمس سنين كانت ايران تم غزوها بالفكر الاسلامي الشيعي المناهض للحكومة ولفكر التداول السلطة من الاب الى الابن من خلال مصرحية هزلية قوامها صندوق الانتخابات والاهم من كده ان المعارضة اصبح لها رمز وقادة وحلقات اتصال مؤمنة بشكل سر احترافية فتم اعتقال على الخامنئي للمرة السادسة عام 1974 وفض المسجون لمدة سنة بعد مصادره كله اوراقه وكتبه وحتى بعد ما خرج في العام اللي بعده اتمنع من القاء الخطب والدروس والمحاضرات اللي كان بيتناول في اغلبها اليات النضال الوطني لكن الثورة الاسلامية في ايران كانت قوية بشكل مبهر بعد ما اكتملت كل عناصر المقومة وادرق قادة الاسلاميين يحذبوا اغلب طوائف الشعب عشان ينضموا معهم لمحاربة الحكومة والانقلاب على نظام الشاه وبعد نجاح الثورة عام 1979 وهكلمك عن الثورة كمان شوية شك الروح الله الخميني مجلس استشاري وتعين على الخامنئي فيه وده بالاضافة لكونوا موجود في قيادة حرس الثورة لكن دوره في المجلس الاستشاري كان اهم لانه كان مكلف بايجاد حلول لأي ازمات ممكن تواجه الثورة الاسلامية وفي السنة اللي بعدها اصبح هو امام وخطيب الجمعة في مدينة طهران وكان حريص على توجيه خطبه باللغة العربية عشان يفهمها جميع المسلمين في الوطن العربي الا ان في السنة اللي بعدها وتحديدا عام 1980 بدأت حرب الخليج الاولى المعروفة باسم حرب التمن سنوات وده لان الرئيس العراقي صدام حسين كان شايف ايران مضطربة وحاسس ان ده افضل وقت يقدر يسيطر فيه على نهر شاطئ العرب فتعين الخامنئي في مجلس الدفاع الاعلى وكان حريص على زيارة الجنود الايرانيين على الجبهة عشان يشجعهم ويحفزهم على الثبات ضد الرئيس العراقي شوف يا صديقي في الفترة دي كانت ايران بتمر بحالة رهيبة من الفوضى نتيجة انتشار العمليات الارهابية وحوادث الاغتيال والتفجيرات وكان علي الخامنئي من الضحايا اللي تعرضوا لحادثة اغتيال ناجى منها باعجوبة في يونيو 1981 وده بعد انفجار عبوة ناسفة كانت موجودة في جهاز تسجيل محطوط على المنبر اللي وقف يخطب عليه في مسجد ابي ذر بطهران وعلى الرغم من انفجار القنبلة بشكل جزئي الا انها تسببت في اصابته بشكل خطير وتقطعت عروق واعصاب ايده اليمين لغاية ما اصيب فيها بشلل التام وبعدها بشهرين اصبح محمد علي رجائي تاني رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران اللي استمرت فترة رئاسته لشهر بسبب وفاته في حادثة اغتيال هو ورئيس الوزراء جواد بهنر فحصل علي الخاميني على منصب الرئيس بعد ما فاز بستاشر مليون صوت لصالحه من اصل سبعتاشر مليون ايراني يحق له التصويت وفضل علي في المنصب لفترتين هم الاصعب في تاريخ ايران لان حرب الخليج الاولى كانت بتنهش في البنية التحتية للبلاد وبتضمر الحالة المعنوية عند الشعب الايراني كله بعد ما استنزفت كل الموارد وقضت على الاقتصاد تماما وطول الوقت ده كان روح الله الخميني هو قائد الثورة الاسلامية في ايران والدستور هناك كان بينص على وجوب ولاية الفقيه او المرجع الديني في المنصب ده لكن الاول يا صديقي خلينا اشرح لك بلامحة سريعة فكرة المرشد العام علشان نعرف اهمية المرشد العام الايراني لازم نعرف تكوين السلطة في ايران خاصة بعد الثورة الايرانية اللي بدأت في اكتوبر 1977 وحاولت النظام السياسي من الملكي الى الجمهوري الاسلامي والتحول ده اسفر عنه حاجات كتير منها خلق التراب بين امريكا والنظام الجمهوري الاسلامي الجديد وده لان امريكا كانت بتدعم محمد بهلوي وده هنتكلم عنه قدام اللي هرب من ايران بعد الثورة تحديدا يوم 16 يناير 1979 بعد مغادرة بهلوي اصبحت ايران جمهورية اسلامية وتغير شكل النظام السياسي بموجب دستور 1979 بقى على رأس الهرم السياسي في ايران المرشد الاعلى للثورة الاسلامية اللي هو المرشد العام وده له مسئوليات كبيرة تفوق كل السلطات في ايران فهو المشرف الاول على السياسات العامة في الجمهورية الاسلامية كمان هو القائد الاعلى لقوات المسلحة والاستخبارات وهو كمان اللي في ايده قرارات الحرب والسلام ويليه في السلطة رئيس الجمهورية الايرانية وبيكون في كل الاحوال تحت اشراف المرشد العام طيب احنا بنقول الكلام ده هنا ليه؟ علشان نبين صلاحيات المرشد العام وان سياسات ايران بتتغير معاه لكن موت اي رئيس مش بيأثر في شكل السياسات او نظام الحكم ومن هنا نقدر نقول ان سياسات ايران مع امريكا واوروبا وكمان سياستها في المنطقة بتغضع للمرشد العام الايراني نرجع يا صديقي لقصتنا لما توفى روح الله الخميني بعد انتهاء حرب الخليج الاولى بشهور وتحديدا في يونيو 1989 انقسمت الحكومة الايرانية لجزئين الاول شايف ان خميني هو اصلح واحد يتولى منصب قائد الثورة خلفا للخميني والتاني شايف انه لا ينطبق عليه شرط المرجعية الدينية وبناء عليه هيتشارك المنصب بشكل مؤقت مع اتنين تانين وهم موسوي اردبيلي رئيس السلطة القضائية وعلي مشكيني رئيس مجلس الخبراء وعلى الرغم من شهادة راف سنجاني في حق علي الخميني وتأكيده على ان روح الله الخميني قبل ما يتوفى كان بيشكر وبيثني على الخميني في القيادة الا ان الانقسامات فضلت موجودة لغاية موافق المجلس على تعيين الخميني في منصب قائد الثورة الاسلامية بشكل مؤقت وبالفعل فضل موجود في المنصب لمدة شهرين تم تعديل الدستور فيهم عشان يتحزف منه نص المادة اللي بتستوجب شرط المرجعية الدينية في قائد الثورة وساعتها خرج الشعب الايراني عشان يبايع الخميني في المنصب الجديد كقائد للثورة الاسلامية في ايران وحتى اهل الخميني بيعوه باركل الشيخ اكبر هاشيمي رفسنجاني على توليه منصب الرئيس بعد انتقال علي الخميني للمنصب الجديد وباعتباره مرشد الثورة الاسلامية في ايران كان لازم يعد اولاده على نفس نهجه وتحديدا ابنه مجتبأ الملقب برجل الظل لكن قبل ما نتكلم عنه خلينا يا صديقي نصلت الضوء على اهم المواقف اللي تعرض لها علي الخميني طول فترة قيادته للثورة الايرانية واللي كان اهمها هو اصداره لفتوى صريحة بيحرم من خلالها صناعة وتخزين السلاح النووي حتى ولو بغرض الاتجار فيه وفي اكتر من مناسبة اكد ان جميع البرامج النووية اللي بتقوم بيها الدولة هي لاغراض سلمية والفتوى دعمتها وزارة الخارجية الايرانية في اجتماعها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا والاهم من كده هو انه ليه مواقف دينية مهمة ومؤثرة زي اصداره لفتوى صريحة بتحرم الاساءة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة السيدة عائشة واكد ان المتشيعين الغرب هم اللي بيسعد الوقيع بين السنة والشيعة عن طريق ظهر اصحاب المذهب الشيعي بيقوموا بالاساءة لقال البيت وان كل الاساءات دي بتكون بادارة المخابرات البريطانية اللي يهمها انها تضمن عدم وحدة العالم الاسلامي وده عكس ما بيسعى اليه علي الخامنئي اللي في كتير من لقاءاته وخطبه بيأكد على اهمية الوحدة في المجتمع الاسلامي وخاصة مصر اللي كان حريص على مباركة شعبها بعد نجاحه في القيام بالثورة يناير والاطاحة بحكم الرئيس محمد حسني مبارك ووضح بشكل رسمي ان الربيع العربي هيكون بمثابة نواه لتفشي وانتشار الفكر الاسلامي في كامل المنطقة وان الربيع العربي ما هو الا تكرار للثورة الايرانية اللي حصلت في نهاية السبعينات اما الجانب الاكثر اهمية في موقفه هو اشدته بحزب الله في لبنان ومؤذرته ودعمه للقضية الفلسطينية والتأكيد على ان الصهينة ما هم الا مغتصبي للارض من الشعب الفلسطيني وان الصهينة كذبوا وحرفوا التاريخ بالدعاءهم بوجود الهولوكوست والمحارق النازية والدليل الاكبر على كده هو عدم قدرة اي مواطن في الخارج على انكار المحرقة وده بيدل على عدم وجود الحريات الحقيقية عند الغرب زي ما بيقولوا ولكنها موجودة في الاسلام اللي مش بس بيدعو للحرية ده كمان بيكرم المرأة ومش بيفرض عليها اي دور الزامي للعمل بل مسموح لها بالعمل بشكل طوعي يعني بدون ما يكون فرض عليها وغيرها كتير من المواقف اللي كان على الخميني حريص على توضحها ومحاولة اظهار المذهب الشيعي بصورة ممتازة وتلميع الثورة الايرانية عند المسلمين بصفة خاصة وعند الغرب بصفة عامة الا ان الايرانيين كان ليهم رأي تاني ومصممين على انه نسخة كربون من الشاه محمد رضا بهلوي والاختلاف الوحيد بينهم هو ارتداء لعبائة الدين عشان يقنع الناس طور الوقت بانه معرضته بمفابة حرب على الدين ومن اشهر المعارضين اللي تبنوا الفكر ده هو السياسي ميري حسين موسوي اللي كان بيشغل منصب رئيس الوزراء في عهد الشاه وعمل مقارنة بين حكم الاسلاميين وبين الشاه عشان يثبت انهم زي بعض واكبر دليل على ده من وجهة نظره هو الاحتجاجات اللي قام بيها الشعب بسبب رفضه لسياسة خفض الدعم على الوقود وارتفاع سعره وكان رد الخامينئي وقتها هو تكثيف حملة الاعتقالات اللي نالت الالاف من الايرانيين وفتح النار على المتظاهرين لدرجة مقتل اكتر من مية وستين شخص كان جريمتهم انهم رفضوا الانصياع لحاكم ديكتاتور وحتى لما ظهر الخامينئي عشان يشرح لشعبه ان العالم على اعتاب حرب عالمية جديدة كان الشعب رافض يصدقه وبدأوا يقرنوه بالشاه اللي تبنى نفس النهج القاسدة في اواخر عهده ضد الاسلاميين لدرجة انه مسوي اللي الى الان رهن الاقامة الجبرية هو وعائلته بيسأل هو ايه اللي الشاه عمله وقادة الثورة الاسلامية معملهوش وده بيؤكد ان الاثنين وجهان لنفس العملة ولكن الشاه كان في زي علماني اما الخامينئي فاختار الزي الديني وعشان كده اضطر الخامينئي انه كثف جهوده لاعداد ابناؤه عشان يتبن نفس النهج واصبح الدور والمحور الاهم من حياته بيتلخص في تربيته الاولاده وتحديدا ابنه مجدبة اللي كان نسخة من ابوه من حيث المجال الاكاديمي ودراسة الفقه الاسلامي وحتى بعد انتقال الوالد الى مدينة قم الايرانية التحق مجدبة بالمدارس الموجودة هناك عشان يتتلمز على ايد نخبة رجال الدين بالاضافة الى والده زي محمد تقي مصبح يزدي ومحمد باقر خزاري وبالفعل اصبح داعي شيعي ورجل دين معروف بوطنيته وتقواه واخلاصه للاسلام وده ظهر من خلال دعمه لحملة الرئيس الايراني احمد نجاد سواء في فترة رئيسه الاولى عام 2005 او التانية عام 2009 وباعتباره ابن المرشد الاعلى للثورة الايرانية فكان لازم يكون له دور محوري ورئيسي في حفظ الامن والاستقرار وده ظهر من خلال علاقته بقوات البسيج الايرانية اللي قوامها الاساسي بيتألف من المدنيين المتطوعين لخدمة الحكومة الايرانية والرئيس والمرشد الاعلى وعشان كده هي مصنفة كقوات شبه عسكرية لانها غير تابعة للجيش او الحرس الثوري بشكل مباشر لكن هي في نفس الوقت بتقوم بخدمة الرئيس والمرشد الاعلى وبتنفذ اوميرهم وتعليماتهم وعشان كده كان بيستغلهم مجتبة في قمع المظاهرات والاحتجاجات المناهضة للحكومة او اللي بتهدف الى الايطاحة بالرئيس والقضاء على الثورة الاسلامية في ايران ده غير استخدامه للقوات في تعزيز العلاقات الايرانية السورية من خلال دعمهم لجيش بشار الاسد في سوريا بعد ثورات الربيع العربي وحسب ما ذكر الكاتب الايراني اراش عزيزي اللي قام باجراء دراسة منشورة على موقع دا اتلانتك فرجل الدين السياسي مجتبة كان من بداة الالفينات حتى الان معروف في ايران بانه رجل الظل يعني المسؤول عن حفظ الامن داخل البلاد بدون ما يكون ظهر في الصورة وده سواء في فترة حكم احمد نجاد او الرئيس اللي تولى الحكم من بعده حسن روحاني لغاية عام 2021 اللي انتقل فيه منصب الرئيس من روحاني الى ابراهيم رئيسي وعلى الرغم من كون دوميا او عروسة ماريونيت في ايد النظام الايراني المتمثل في شخصية المرشد الاعلى علي الخامنئي الا انه توفى في حادث غامض يوم 19 مايو 2024 نتيجة تحطم الطائرة الهليكوبتر بيل 212 اللي كان ركبها وهو راجع من ازربيجان مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان حدث زي ده كان محور اهتمام جميع الصحف والمجلات العالمية خلال الايام اللي فاتت وكتير من الخبراء والكتاب والاعلاميين حول العالم تناولوه عشان يلاقوا اجابة او تفسير مقنع يشرح اللي حصل لكن دراسة الكاتب اراش عزيزي كانت من ضمن السرديات الاهم لانها بتسلط الضوء على المستفيد من موته وقبل ما نوضح هو مين لازم نلقي نظرة سريعة عن ابراهيم رئيسي اولا ابراهيم رئيسي هو رجل دين شيعي ما يختلفش مشواره كتير عن علي الخامنئي غير في حرصه على نيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ومع اندلاع حرب الخليج الاولى صعد سلم القضاء بسرعة رهيبة فبدأ مشواره كمدعي عام لاحدى مدن العاصمة طهران وبعدها بفترة قصيرة اصبح نائب المدعي العام للعاصمة كلها لغاية مكلفه الامام روح الله الخميني في نهاية الثمانينات بالنظر والتحقيق في قضايا الارهاب وساعتها تلطخت ايده باعدام عشرات الالاف من الايرانيين اللي كانت جريمتهم هي معارضة النظام فقط ولاؤه الرهيب ده هو اللي خل رئيس السلطة القضائية يعينه في منصب المدعي العام للعاصمة بعد رحيل الخميني مباشرة فاستكمل مشواره القضائي بنفس الوتيرة والنهج لغاية ما لقابه الشعب باسم جزار طهران وفضل ماشي على نفس الخطة لسنوات طويلة لحد ما وصل قمة هرم السلطة القضائية في عام 2015 وساعتها لاحى منصب الرئيس امام عينيها فترشح للانتخابات الرئاسية اللي تم اجراءها عام 2017 ضد الرئيس حسن روحاني الى انه خسر السباء وكمل حسن روحاني وليته التانية ومع انتهاءها ترشح بصورة غير مباشرة لمنصب الرئيس وبالفعل قدر يفوز بالمنصب واصبح هو الرئيس الايراني لمدة ثلاث سنوات فقط انتهت بموته في مايو 2024 طب ليه؟ للاجابة على السؤال ده يا صديقي لازم تعرف ان اي نظام قامعي بيحتاج دايما لكبش فداء يحاسب هو على الفوتير بداله والحقيقة ان النظام الايراني بقيادة علي الخامينئي وابنه مجتبة كان قامعي ومتشدد بشكل رهيب لدرجة ان الاقبال على الصندوق الانتخابية تراجع بصورة صدمة خلال ولاية رئيسي والشعب كان شايف ده وملاحظ الانتهاكات الحقوقية والانسانية اللي بتحصل لاي حد بينتمي لصفوف المعارضة لدرجة ان بعضهم مات في المعتقل ويكفي اقولك يا صديقي ان الايرانيين نفسهم كانوا مدركين ان رئيسي ما هو الا دمية في ايد المرشد لدرجة ان الهتافات المعارضة في المظاهرات كانت بتهاجم رأس السلطة الحقيقي علي الخامينئي اللي قدر يزيح كل المنفسين من قدام ابراهيم رئيسي عام 2021 عشان يجبر الشعب على انتخابه فيضمن ساعتها فوزه وقبل ما نكمل في تحليلنا لموت رئيسي تعال يا صديقي نشوف سياسات علي الخامينئي دوليا واقليميا من ساعة ما تولى الحكم ازاي تعامل مع الغرب وامريكا واسرائيل ولبنان والعراق ومنطقة الشرق الاوسط وبيطمح لايه علاقة امريكا وايران علاقة ممتدة وليها تاريخ طويل لكن العلاقة الفعلية واللي فيها زاد النفوذ الامريكي في ايران بدأت سنة 1953 تحديدا لما قامت ادارة الرئيس الامريكي ايزنهاور بالموافقة على خطة بريطانية لاسقاط رئيس الوزراء محمد مصدق وده كان رئيس وزراء له توجهات قومية واخد قرارات كان ضد مصلحة امريكا وطبعا انت عارف امريكا تعمل اي حاجة في سبيل مصلحتها ومن اهم القرارات اللي اخدها رئيس الوزراء الايراني محمد مصدق واللي قالبت عليه امريكا انه امم قطاع النفط واعلن عن قطع العلاقات بين ايران وبريطانيا والقرارين كانوا ضد مصلحة امريكا وبريطانيا بالتالي اتحلفوا علشان يشيلوا مصدق من منصبه بعد ما اطاحوا بمصدق تحولت العلاقة طوال ثلاث عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من الاضطراب الى الهدوء والاستقرار وكان فيه زيارات متعددة لشاه ايران وقتها محمد بهلوي من رؤساء امريكا ايزنهاور ونيكسون وكارتر وفضل الشاه الايراني طول الفترة دي مدعوم من امريكا لانه بيحقق مصالحها في ايران والمنطقة لدرجة انهم اطلقوا عليه شرطية امريكا الاول وشفنا ده واضح لما قامت الثورة الايرانية فامريكا خدت صفه وكانت بتدعمه بكل قوتها بعد فشل امريكا في دعم بهلوي وتحول النظام الايراني من الملكي الى الجمهور الاسلامي اخدت شكل العلاقة الايرانية الامريكية طابع غامض ومعقد فمن ناحية بيشوف محللون ان العلاقة دي علاقة مؤمرة على العرب وان فيه اتفاق غير معلن بين امريكا وايران على ده وفيه رأي تاني بيقول ان ليها عداء متجزر طيب كل ده ايه علاقته بالمرشد العام علي الخامينئي شوف يا صديقي المرشد العام هو المسؤول الاول عن سياسات الدولة بالتالي هو المسؤول الاول عن كل الاحداث والصراعات الاقليمية اللي بتحصل بين ايران وامريكا في المنطقة وعلشان نفهم اكتر خلينا نقول ان ايران المتمثلة في المرشد العام علي الخامينئي ليها رؤية توسعية في المنطقة فهي باختصار كده عايزة تملك القيادة الاسلامية في المنطقة وتغطفها من ايد السعودية وطبعا يهمها خطف مكانة اسرائيل في المنطقة وهي شايفة ان عدد سكانها ومساحتها واعتقادهم الشيعي يقدروا ياخدوا القيادة دي ومن ناحية تانية كمان هي عايزة يكون ليها تواجد سياسي وعسكري وعلشان كده ليها ازرع عسكرية متمثلة في حزب الله وجماعة الحوثي وغيرهم ودول هنتكلم عنهم قدام شوية واول خطوة اخدها المرشد العام الخامينئي كانت في العراق فبعد حرب مسلحة طويلة بين البلدين واللي انتهت دون انتصار لأي طرف اعتمد المرشد العام الايراني على سياسة التكلفة الصفرية طب ايه هي سياسة التكلفة الصفرية دي؟ سياسة التكلفة الصفرية بتعتمد في الاساس على الحرب من غير سلاح طب ازاي ايران هتحارب العراق بدون سلاح في ظل وجود نظام قوي زي نظام صدام حسين شوف يا صديقي النظام الاسلامي في ايران شيعي في حين ان النظام الحاكم في العراق سني وكمن العراق فيها تنوعات طائفية ومذهبية كتير وهنا استغلت ايران بدعم امريكي التنوعات دي فبدأت تتحالف مع شيعة العراق وعلى اعتبار انهم من نفس المذهب ادرخ منئي انه يزرع جزور الفتنة بين شيعة العراق والسنة فبدأت تحصل فتن طائفية على استحياء لكنها خلقت فوضى وتحاولت التحالفات دي لميليشيات مسلحة بتضمر الحوادر السنية بعد كده خاصة بعد موت صدام حسين واصبحت العراق مكان للحروب الطائفية واللي منها امتدت كمان لسوريا واليمن والابنان وبعد سقوط نظام صدام حسين دول الخليج لقيت نفسها في مواجهة مباشرة مع الافكار الايرانية وميليشياتها المسلحة اللي سببت حالة من الفوضى في المنطقة وزي ما قلنا ان هدف من اهداف ايران هو اعلاء المذهب الشيعي على السنة واللي الراعي الاول ليه في المنطقة هي السعودية على اعتبار مكنتها الدينية ومن هنا بدأت حروب الوكالة بين البلدين وعلشان نعرف ايه هي حروب الوكالة دي خلينا نشرح بالتفصيلة البداية من البحرين اتبع المرشد العام الخامنئي نفس سياساته في العراق الفتن الطائفية واستغل ثورات الربيع العربي علشان يدعم احزاب المعارضة في البحرين والاحزاب دي احزاب شيعية وعلى خلفية الاحتجاجات تصاعدت احداث العنف لحد ما تدخل مجلس التعاون الخليجي وانهى الاحتجاجات دي عن طريق قوة درع الجزيرة والقوة دي صديقي مقرها في الرياض ودي كانت اول حروب الوكالة بين ايران والسعودية والحرب التانية كانت في سوريا الخامنئي يا صديقي بيعتبر بشار الاسد الابن المدلل ليه لانه بيحافظ على نفوز ايران في المنطقة لان سوريا بالنسبة لايران ملكية خاصة وده اللي خل الخامنئي يغير ارهاؤه وتصريحاته علشان ينقذ ابن المدلل بشار الاسد طريع الخامنئي وقال انه بيبارك ثورة مصر وتونس وقال ان الثورتين اشبه بثورات بلاده لكن بعد ما اندلعت الثورة في سوريا غير تصريحاته دي وادان الثورات ومش بس ادان ده كمان دعم حكومة بشار بالسلاح والمال في المقابل طلع الملك عبدالله ابن عبدالعزيز قال سعود وادان بشار بسبب طريقته في التعامل مع المتظاهرين واخدت السعودية صف المعرضة استمرت الحرب بين ايران والسعودية بالوكالة في سوريا فايران بتدعم حكومة الاسد بالمال والسلاح والسعودية بتدعم المعارضة السورية بالسلاح والمال ولتأكيد الدعم قال الخامنئي اثناء زيارة لبشار الاسد في ايران ان الغرب وحلفائهم في المنطقة ما ادروش يوقعوا النظام السياسي ويقصد بالحلفاء السعودية وده كان رد على تصريحات للامير محمد بن سلمان اللي قال فيها ان بشار باقي في الحكمة وقال كمان انه مش من مصلحة سوريا وجود ايران في ارضها تعمل اللي هي عيزاه وان ده هيأثر عليها وعلى المنطقة والصراع الايراني السعودي في سوريا مازال مستمر الى الان والحرب الثالثة كانت في اليمن ودي كانت اكبر موجهة بين ايران والسعودية بالوكالة زي العادة مدخل ايران بيكون عن طريق الفتن الطائفية والمرة دي لعبت بزراع من ازرعها المسلحة وهي جماعة الحوثي واللي سيطرت على الحكم في العام 2014 وهنا طالب الرئيس اليمني عبد الرب هادي منصور من الملك سلمان ابن عبد العزيز التدخل علشان ينهي سيطرت جماعة الحوثي عن الحكم وطبعا السعودية كانت نستنية الفرصة لان جماعة الحوثي بتهدد السعودية بشكل مبشر وفعلا ادخلت السعودية علشان تواجه ايران وتسمت المعركة دي بعاصفة الحزمة واستمرت ارض اليمن سجال بينهم لحد اللحظة دي وقبل من نتكلم على حزب الله وعلاقة ايران به واعمال المسلحة في المنطقة خلينا نقول ان الحرب بالوكالة بين السعودية وايران ما وقفتش عند دول الخليج او البلاد العربية بل امتدت لبعض الدول الافريقية زي ناجيريا واللي فيها خلافات بين المذهب السني وشيعة فشيعة مدعومين من ايران والسنة السلفية مدعومة من السعودية وحصل بينهم اعمال عنف بالاسلحة تحديدا يوم عشراء الموافق 12 اكتوبر في 2016 وكان اليوم ده موافق ذكرى عشراء الذكرى اللي لها طقوس خاصة عند الشيعة ومش بيوافق عليها السنة السلفية شوف يا صديقي حزب الله احد الازرع السياسية المهمة للمرشد الايراني الخميني ولو رجعنا بالتاريخ شوية هنعرف ان حزب الله هو حركة ايرانية اتعاملت علشان تدعم آية الله الخميني المرشد العامي الاول ايران بعد الثورة الايرانية وتساعده في الوصول للحكم وتحقيق اهدافه في المنطقة وعلشان المرشد العامي حقق اهدافه في السيطرة على الشرق الاوسط تم تأسيس حزب الله في لبنان سنة 1982 ووقتها كان المسؤول عنه في لبنان الخامينئي وبيسمه امين عام حزب الله الوكيل الشرعي للمرشد الاعلى وكان اهداف الحزب المسلح اللي مرجعيته مرجعية شيعية ايرانية ان يشكل حركة مقاومة ضد امريكا واسرائيل وحول فائهم في المنطقة وفعلا شنن حزب عدد من الهجمات ضد امريكا ومنها تفجير سفارتها في بيروت سنة 1983 كمان العمليات العسكرية ضد القوات الامريكية والتي تأتم منهم آلاف وخطف رهائن ابان الحرب اللبنانية الاسرائيلية وعلى الاساس ده اعلنت امريكا ان حزب الله جماعة ارهابية حزب الله موقفش عند امريكا كمان له تدخلات مع عناصر المقاومة في فلسطين تحديدا حركة حماس وده مسبب ارقل اسرائيل خاصة بعد احداث طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر لعام 2023 وبسبب الاحداث دي تدخل الاتحاد الاوروبي على الخط الساخن في المنطقة خاصة بعد تعطيل مصالحها وتجارتها في البحر الاحمر بسبب جماعة الحوثي المدعومة من المرشد العام الايراني علي خامين ايه كمان كشفت التقارير الاستخباراتية ان الحرس الثوري الايراني ليه علاقة بشكل مباشر باختطاف السفن في البحر الاحمر وتعطيل حركة التجارة الاوروبية وده اللي خل البرلمان الاوروبي يدرج الحرس الثوري الايراني على لائحة المنظمات الارهابية وبعد كل العمليات دي والحروب الباردة اللي بتقودها ايران في المنطقة وكان كتير مش فهم ايه الاهداف لحد ما طلع علي يونيسي مستشار الرئيس الايراني السابق حسن روحاني في مارس 2015 قال ان ايران اصبحت امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهي بيتنا اليوم كما في الماضي وبعد كل اللي قلناه طول الحلقة من المنطق يا صديقي يرجح الكاتب اراش عزيزي ان المستفيد الحقيقي من وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بسبب تحطم الطائرة الهليكوبتر اللي مش منطقي يركبها في ظل الظروف الجوية الصعبة دي هو النظام الحالي المتمثل في علي الخامنئي وابنه مجتبأ اللي عايزين يستغلوا الفوضى دي عشان يعيدوا ترتيب البيت من الداخل ويجبروا الشعب على عدم المعارضة احترما للظروف القاسية اللي بتمر بيها البلاد والبعض الاخر شايف ان الطيارة الخاصة بالرئيس وهي بيل 212 من طراز قديم جدا ومش بتعمل لها صيانة بشكل دوري من بلدها الاصلة وهي امريكا ولا بتوفر لها قطع غيار بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين امريكا وايران ومع سوء العوامل الجوية دي ممكن يكون سبب كافي لسقوط الطيارة من غير ما يكون في حد ورطة بيل الحادث طبعا الصعف والمجلات الاسرائيلية صلطت الضوء على الجانب الديني من خلال نشر تعليقات الحاخامات اليهود والحقيقة ان معظمهم تناول الحادثة من منظور مختلف عشان يأكدوا للعالم ان ده عقاب الهي من ربنا الغضب على ايران نتيجة دعمها للحثيين وحماس وحزب الله في حربهم ضد اسرائيل دعم للقضية الفلسطينية وده لان حادثة الوفاة وتحطم الطائرة خالية تماما من اي مظهر واضح وصريح يدل على انها مدبرة وحصلت بفعل فاعل لكن اصابع الاتهام ما زالت تحوم حول المرشد وابنه اللي قرروا تضحية بالرئيس الايراني عشان يمتصوا غضب الشعب تجاه التجاوزات والانتهاكات اللي بتحصل كل يوم ضد المعارضة وبكده تكون خلصت حلقتنا هاستنى رأيكم في التعليقات وما تنسوش تقولوا عاوزين موضع ايه نعرضها في القناة وتشوفوا الموضع اللي فاتت واللي جاية وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس سلام